شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم أهلا وسهلا بكم أيها المشاهدون الأعزاء في حلقة جديدة من برنامجكم اليومي باب الريان يقول الحق تبارك وتعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا وحينما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن أولى الناس بحسن الصحبة كانت ترتيبك الآتي أمك ثم أمك ثم أمك ثم أباك ثم أدناك أدناك أيها المشاهدون الأعزاء حول بر الوالدين وأهمية هذا الموضوع سنتناقش مع ضيفنا الكريم فضيلة الشيخ تركي بن عبيد المري عضو هيئة التدريس بجامعة قطر فأهلا وسهلا فضيلة الشيخ يا مرحبا الشيخ يحيا حياك الله وحييك وحيي الأخوة المشاهدين الله يحييك يا رب كما يسرنا أن نستقبل اتصالاتكم لمن كان لديه مداخلة أيها الأحبة أو سؤال لفضيلة الشيخ عبر هاتف البرنامج الذي يظهر على الشاشة أربعة 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 واحد ثمانية واحد أو التغريد على تويتر عبر هاشتاغ باب أندرسكور الريان شيخ تركي نبدأ أولا بموضوع البر والبر موضوع الحديث فيه ذو شجون ولا شك أن هناك الكثير من النصوص الواردة فيه والتي أكدت عليه فلو حدثتمونا عن شيء من هذه النصوص الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء المسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإن من محاسن هذه الشريعة وكلها محاسن أنها جاءت بالعدل وبالإحسان كما قال تعالى إن الله يمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربة وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فالشريعة التي وضعت وأعطت كل ذي حق حقه جعلت هذه الحقوق على مراتب ودرجات وجعلت من أعظم هذه الحقوق حق الله تعالى وحق رسوله صلى الله عليه وسلم ثم بعد ذلك يكون حق الوالدين ولذلك جاءت النصوص متضافرة بالحث الحث الشديد والوصية بالوالدين في نصوص كثيرة وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَوَصَّيْنَ الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا وَوَصَّيْنَ الْإِنس بين حق الوالدين وحق الله تعالى في أغلب هذه المواضع أو في كل هذه المواضع وعبدوا الله ولا تشتكوا به شيء وبالوالدين إحسانا وذلك لأنه ثمة تشابها حيث ليست تشابها كله إنما هو حق الوالدين فيه شيء من مشابهة أو نعمة الوالدين وإحسان الوالدين على العبد أو على أولادهما هي من جنس الإحسان الذي أحسن به الله سبحانه وتعالى على خلقه لأن الله عز وجل جعلهما سببا في وجودك على هذه الأرض وكما أن الله أوجدك فقد جعل هذين الوالدين سببا في وجودك فأنت ممتن لهما في وجودك على هذه البسيطة وأيضا كما أن الله تعالى رباك ورزقك وأنعم عليك فإن الله تعالى جعلهما سببا في تربيتك وتغذيتك وتنشئتك هذه التنشئة ولذلك كانت هناك شيء من المجانسة التي اقتضت أن يذكر الله سبحانه وتعالى بحق الوالدين وأن يقن حقهما بحقه سبحانه وتعالى فكما أن الحق الله سبحانه وتعالى يستوجب الاستسلام له سبحانه وتعالى بالعبودية المطلقة له سبحانه وتعالى فإن ذلك أيضا استوجب من الولد تجاه والدها أيضا التذلل لهما والإحسان لهما وبذل كل ما هو من سبيل إرضائهما كل ما يتحقق به إرضائهما وإسعادهما فإنه يتحتم عليك فعل ذلك وجاءت النصوص بالحث الشديد على هذا الأمر كان هذا من باب رد الجميل الشيخ تركي نعم هو من باب الإحسان وإحسان للوالدين هو إحسان واجب وليس فيه أي تفضل ولا منه ولذلك كان بر الوالدين من أحب الأعمال الله حديث بن مسعود بالصحيح أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أحب إلى الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة على وقتها قال ثم أي؟ قال بر الوالدين قال ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله تعالى فانظر كيف أنه قدم حق الوالدين على الجهاد الذي هو ذروة سنام الإسلام بل إنه جعل الجهاد في برهما مقدما حتى على الجهاد النافلة أو جهاد فرض الكفاية الذي يدفع به تحمى به بيضة الإسلام والمسلمين فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه أحد الصحابة يستشيره في الخروج في الجهاد فقال ألك والدان؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد وفي الحديث الآخر قال يا رسول الله يستشيره في الجهاد أيضا فقال أمك حية؟ قال نعم قال فلزم غرزها فإن تحت رجليها الجنة أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وفي المقابل جعل العقوق من أكبر الكبائر عند الله تعالى نعم سننتقل إليه لوكن سنأخذ اتصال أخونا جابر من معاذر تفضل يا دكتور جابر السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخ يحييكم الله يا مرحمة الله حييك دكتور الله يسلمك نستاكل الله خير شيخ تركي الله يحييكم نستاكل الله بالنور والسرور يا رأس دكتور كيف حباركم بطيبين أعساكم خير خير الله يرضى عليك يا رب يحييك شيخنا موضوعنا اليوم في بر الوالدين فحبذا لو أتحفتمونا بشيء في ذلك أول شي أنا أبارك من البرنامج ونسأل الله نجال في مدين حسناتكم وفي هذا الوقت الطيب وفي هذا المساء المبارك من رمضان في النفوس الناس إن شاء الله مقبلة على الخير وكلهم يعون هذه المجهة الطيبة على شساتهم في هذا الوقت المبارك فهذا سعيد جميل جدا من السباب بإذنكم الله خير برنامجكم إن شاء الله ناجح وكلامكم كله طيب وموضوعكم كله طيبة الله يرحم والديك وهذا الشيء يحسب لكم والله يكتباج لكم الله يبارك فيك يا رب أما بالنسبة البروالدين فماذا نقول في البروالدين الشيخ تركي إن شاء الله عندها الخير والبركة ولكن هذا الموضوع يعني من الموضوع اللي الناس الآن بحاجة إلى طرح مثله وإلى الكلام فيه بظهار الجوانب الإيجابية من ديننا الإسلامي في هذا الموضوع بالذات نعم فإن هذا الموضوع يعني يحمل أشياء كثيرة وينقل صورة عن الإسلام عن المسلمين في هذا الجانب وفي توسط الدين ببروالدين نعم صحيح دكتور تركي أطرب منه طلب الشيخ تركي أن يعرج على موضوع لماذا الشرع دائما يوصي ببروالدين أكثر من الوصاح أكثر من الأمر ببر الأبناء ورعاية الأبناء وتربية الأبناء سيارة الشيخ يعري على الموضوع هذا ويفرينه بالكلام حول الموضوع هذا لماذا دائما نصوص الشرع تحس على ببروالدين وتأمر ببروالدين وتوصي بهم كثيرا بلين ما نسمع أننا وجدنا مثلا نصي يقول ببرو بأبنائكم أو يقوموا بأبنائكم مع أن الشرع يوصي أيضا أكثر من الشرع ما يقف الجانب العناية بالأبناء لكن نصوص الشرع في ببروالدين والتوصي بذلك حتى جعلها النبي صلى الله عليه وسلم يعني من السبع الموقعات عقوق الوالدين والله سبحانه وتعالى قرمناها في القرآن بعبادته وتوحيده فإلتنا الشيخ يعري أنا ما أدري الموضوع يعني الأربع من الشيخ هذا الكلام في الثنائية يأتي في الثنائية حديثة لكن حبيت أن أشارك معكم من دغطة هذه الله خير الله يديه بك دكتور وجزاك الله خير على مداخلتك وسؤالك حقيقة دكتور جابر أثر لنا موضوع مهم يعني قضية الجوانب الإيجابية في تعزيز هذه القيمة أو التأكيد على هالمسألة هذه مسألة يعني بر الآباء والأمهات يعني هذه فعلا يعني من يخرج في الخارج أو أحيانا ينظر إلى بعض الثقافات الأخرى موضوع الاهتمام دائما في هؤلاء بالآباء والأمهات يعني يجده مفقود أو بشكل ضعيف يعني في بعض أحيان بعض مثلا الدول الغربية وغيرها يعني تجد الأبن بمجرد أنه يبلغ خلص يستقل بذاته يترك أهله يزورهم ربما مرة في السنة في حفلة عيد ميلاد أو في مناسبة عيد أم أو عيد أب أو ما شبه ذلك فعلا هناك جوانب إيجابية فعلا لها المجتمع المترابط يعني الأب يرعى أبناءه في حال الصغر حينما يتقدم بالإنسان العمر يبدأ الأبن يرعى أبا صحيح شيخنا هذه من محاسن هذه الشريعة الظاهرة البارزة النظام الشريعة الإسلامية ليس نظاما عنية بالتصحيح الجوانب المادية في حياة الأفراد مع إخفال الجوانب القيمية والأخلاقية هذه شريعة شريعة كاملة جاءت لتصلح وتصحح أوضاع الإنسان أي كانت أوضاعه ومن ضمن ذلك الأوضاع الاجتماعية الأوضاع الأخلاقية ولذلك قلنا أن الشريعة جاءت بالعدل وبالإحسان ثم قالت وإيتاء ذي القربة فالإحسان جنس يشمل أجناسا وأنواعا كثيرة من أنواع الإحسان من أعظمها هي ما نحن فيه الآن وهي الإحسان إلى الوالدين أو بعبارة أشمل وأعم تعزيز الرابطة الاجتماعية بين الأفراد تجد الأب بفطرته أصلا ميال إلى تربية ابنه بحكم المحبة المفرطة الفطرية التي غرزها الله في قلب هذا الإنسان فلذلك هو لا يحتاج إلى الحث الشديد تجاه هذا الأمر ولذلك جاءت الشريعة صحيح أن الشريعة حثت أيضا تأكيد لكلام الشيخ جابر الشريعة حثت على إعالة الأبناء وقال النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرئيث من يضيع من يعول وقال كلكم راعي وكلكم مسؤول عن راعيته وقال من عال جاريتين حتى تبلغ جاء يوم القيامة أنا وهو كهتين فجاءت الشريعة حثت على تربية الأبناء وعلى إعالتهم وعلى الإحسان إليهم ولكن ليس بمستوى ودرجة الحث الذي كان مع الوالدين فالوصية بالوالدين لأن حقهما أعظم وأكبر ولأن حقهما سبب لوجودك وهما سبب في تربيتك وتغذيتك حتى بلغت هذا المبلغ فليس من كرم الخلق أن لا ترد هذا الإحسان بإحسان مثله وهل جزاء الإحسان إلا الإحسان وأي إحسان أعظم من إحسان الوالدين إلى أبنائهما لا يوجد في هذا الكون شخص يحسن إلى آخر بعفو خاطره وبمحبة ورغبة كالوالد ولا يوجد في هذا الكون من يحب أحدا حبا خالصا صادقا لا يرجو منه جزان ولا شكورة مثل الوالد أبدا الوالد هو الشخص الوحيد في هذه البسيطة الذي يتمني أن يكون ابنه أفضل منه الوالد هو الشخص الذي في هذا الكون الذي يحب أن يكون ابنه أتقى لله منه وأقرب إلى الله منه وأحب إلى الله منه و يحب أن يكون أفضل منه في كل شيء هذا هو الوالد فقط غيرهم قد لا يحب لك أن تفضله نعم يحب لنفسه أن يكون أفضل الناس و أخير الناس و أتقى الناس و أحب الناس إلى الله و أحظى الناس بالقبول عند الناس إلا الوالد هو الذي فقط يتمنى لابنه أن يكون خيرا منه في كل شيء في كل شيء فلأجل هذه المحبة و لأجل هذا الإحسان هو لا يحتاج إلى وصية بولده كما يحتاج الولد إلى وصية بوالديه لسيما عند ضعفهما و كبرهما و قضى ربك ألا تعبد إلا إياه بالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أفن ولا تنهرهما انظر إلى مثل هذا الخطاب الذي يذكر حتى بأبسط الأشياء يعني مراعاة كمال الأدب في أبسط الأمور لا ينبغي حتى التضجر مجرد التضجر أو إظهار التضجر هذا غير مقبول الواجب هو الإحسان بل كمال الإحسان كمال التذلل مراعاة كمال الأدب كما يراعي العبد سيده في كمال الأدب فينبغي أن يراعي الولد أباه في كمال الأدب معه غاية التذلل والكلم لا ينبغي أن يتكلم بدون إذنه ولا ينبغي أن يسبقه في المشي ولا ينبغي أن يتقدم عليه ولا أن يفتات عليه في شيء بل بلغ من دقة كثير من السلف مع أبائهم أنهم كانوا حتى لا يؤكلون أبائهم خشية أن يأكل لقمة ربما كانت في خاطر والده أو في نفس والده فالأمر جد عظيم حقيقة والشريعة يعني بالغت في الوصية بالوالدين إلى أن جعلت أن مجرد العقوق والعقوق هنا ليس مجرد إذا إيمها بل يشمل حتى يعني الإخلال بكمال الأدب مع الوالدين أنا لا أقول الإخلال بكمال الأدب مع الوالدين يعد ضرب من العقوق لأنه يؤذي الوالدين وكل ما يؤذيه ما فهو من العقوق وهذا الإخلال بكمال الأدب يجعل كبيرة من الكبائر ألا أنبئكم بأكبر الكبائر قالوا بلى يا رسول الله قال الإشراك بالله ثم قالوا العقوق والوالدين نعم لأننا تكون لنا وقفة معها إن شاء الله ولكن الآن أترككم أيها المشاهدون الأعزاء في فاصل قصير لنعود بعده وينضم إلينا الدكتور عبد الرحمن الحربي في فقرة المسابقة الدينية اليومية فاصل قصير ثم نعود إليكم أهلا وسهلا بكم من جديد أيها المشاهدون الأعزاء وننتقل مباشرة للدكتور عبد الرحمن الحرمي والمتعة والإذارة والتاريخ والسيرة ومناقب الصحابة رضي الله عنه ومجمعين حياك الله شيخ يحيا وحياك الله شيخ تركي حياك العافية أسنتك صعبة اليوم الظاهر والله إن شاء الله سهلة بإذن الله تعالى سهلة السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين وحياكم الله في هذه النافذة ونبدأ معكم ما بين كنوز ثلاثة التاريخ والسيرة النبوية على صاحبي هفضل الصلاة والسلام ومناقب الصحابة وكلهم نجوم أول متصل عهود سلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله حياك الله يا عهود ماذا تختارين من السيرة من التاريخ من مناقب الصحابة مناقب الصحابة مناقب الصحابة يقول ربي عز وجل وعلى الثلاثة الذين خلفوا من هم الثلاثة من هم الثلاثة ما في احتمالات؟ ثلاثة صعب الاحتمالات فيهم صعب جدا وأسماءهم سهلة وأنا توقعت الإجابة تكون مباشرة يا عهود ومخلفوا ثمان بضبط وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت ثم جاءت قبول التوبة من الله عز وجل تخلفوا عن تابوك نعم ساعدني شوي أظن المساعدة في هذا السؤال تحديدا صعب جدا لها ثلاثة أسماء لو سؤال واحد ساعدتك خلها تجيب اسم واحد الشيخ تركي يقول اسم واحد اسم واحد أمكن أبو جعفر أبو جعفر من؟ أبو جعفر المنصور هم مرارة بالرباء أمكن من؟ المرارة بالرباء أختي تقول المرارة بالرباء هو شوفي الاسم الاسم املاء صحيح بس نطقا غير صحيح مرارة بن الرباء مرارة بن الرباء يا عهود وهلال بن أبي أميه هلال بن أبي أميه صحيح بعد وهو مرارة ولا مرارة مرارة بن الرباء ابن الربيع مرار ابن الربيع وهلال ابن أمية والثالث من؟ كعب بن مالك كعب بن مالك عهود نعم احفظي كلمة مكة والمين مرارة والكاف كعب والها هلال وتنتهي القصة إن شاء الله طيب عيدي الثلاثة الآن بسرعة أوكي أول واحد كعب بن مالك لا 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 ابدي بمكة مكة ميم مرارة بن ربيع ميم مكة وكعب بن مالك كاف وكعب بن مالك والها هلال ويعطيت العافية ومبروك عليك الجائزة الفريال المقدمة من قناة الريان أسماء قوية وعظيمة يفترض أن النطق يكون فيها صحيح رضي الله عنه نعم أيضا فاطمة السلام عليكم السلام عليكم عليكم السلام يا فاطمة مبارك عليكم الشهر علينا وعليش إن شاء الله ماذا تختاري من التاريخ من مناقب الصحابة أم من السيرة إن شاء الله نتوكل على الله ونقول السيرة نتوكل على الله ونقول السيرة الكعبة الشريفة من أول من أدخل عليها الأصنام؟ سكروا الباب يا جماعة أول من أدخل الأصنام سؤال جدا سهل أحيانا بعض الأسئلة شيخ تركي متكررة دائما وسهلة جدا فالمساعدة فيها أظن لا ممكن تساعدني يعني أول حرف شيخ تركي عامر حرف العين فاطمة أول حرف حرف العين هذا أول حرف عامر عامر بن من؟ عامر بن فهيرة هو قريب من عامر عمير عمير والإجابة غير صحيحة يا فاطمة عامر بن لحي عامر بن لحي صح عامر بن لحي عامر بن لحي أظن يا فاطمة يفترض لا تقسمينها الجائزة يفترض تكون الجائزة كلها لها عامر بن لحي نعم هو من أول من أتى بالأصنام جزاك الله خير الإجابة الصحيحة ومبروك عليك الجائزة آيات السلام عليكم آيات السلام عليكم أهل السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته ممكن نشارك حياة شاء الله أخت آيات ممكن جدا سيرة أم تاريخ أم مناقب من صحابة إن شاء الله من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم الله مصدر في من نزلت هذه الآية يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا آماناتكم وأنتم تعلمون في من نزلت هذه الآية اختيات هذه المساعدة صحيح شيخي أشار الرجل هذا الصحابي لنبي اسمه الآن فقط أشار بيده هكذا فقط هذه المساعدة القصة معروفة ومشهورة يهود بني قريضة قالوا لهم ماذا يريد محمد صلى الله عليه وسلم منه أول حرف أول حرف المشكلة أنه مكن بأبو فلان بأبي فلان أبو جعفر أبو جعفر من المنصور للأسف بعيدة جدا القصة معروفة أنت شيخ ساعدني عطا عطا شيخ تركي ساعد هارد عندك شيخ أنا ساعدت الملوق أنا صراحة لم أعرف لأن لأن الاسم هو مكنة طيب أبو دجانة أبو لبابة أبو لبابة إن شاء الله الإجابة صحيحة أبو لبابة رضي الله عنه والقصة معروفة ومكررة كذلك وأيضا معانا عائشة عائشة السلام عليكم عليكم السلام حياك الله يا عائشة الله يحييك عائشة ماذا تختاري من السيرة من التاريخ من من الصحابة إن شاء الله التاريخ ما أحد تسأل اليوم وشيخ يحيى زعلان اختاري من التاريخ التاريخ سهل سهل أكيد إن شاء الله طب يلا التاريخ 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 النبي صلى الله عليه وسلم قال لا أدري بأيهما أفرح بفتح خيبر أم بقدوم جعفر في أي سنة كانت سنة الثامنة للهجرة والسابعة سابعة فتح خيبر السابعة السابعة للهجرة السابعة والإجابة صحيحة يعطيك العافية مبروك عليك الجائزة يا أخت عائشة قبل أن ننتقل للشيخ يحيى شيخنا شيخ تركي يعني سمية إذن أخذ سمية وارجع لك شيخي سمية السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله يا سمية ماذا تختاري من السيرة من التاريخ من مناقب الصحابة 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 رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين من هو الصحابي سؤال جدا سهل أتمنى الإجابة مباشرة من هو الصحابي الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم ألا أستحي من رجل استحت منه ملائكة الرحمن يا سمية ألا أستحي من رجل أحد المبشرين بالجنة عثمان بن عفان متأكدة إن شاء الله مش أبو بكر لا أستحي من عفان سيدي عثمان بن عفان رضي الله عنه والإجابة صحيحة ومبرك عليك الجائزة أبو لبابة أخطأ هذا الخطأ بهذه الإشارة أن يريد القتل ما أن عرف أنه أخطأ ماذا فعل مسألة التوبة والرجوع لله عز وجل نعم هكذا كان حال الصحابة رضي الله عنه ليست القضية قضية عصمة وإنما إن أخطأ نعم التوبة مباشرة والأوبة إلى الله سبحانه وتعالى والرجوع إليه وهذا كان شأن الصحابة حتى في أبسط الأمور نعم حتى في من كان من فطرته أصلا مثلا بعض الصحابة كان جهوري الصوت وحين بلغه أن الله عز وجل يقول لا ترفع أصواتكم فوق صوتنا ولا تجهروا له بالقول مكث أيام وليالي يعني يبكي نادما على خطأه ويستحي من مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم فهكذا كان حال الصحابة التوبة والندم والأوبة بمجرد أن يقع في نفسه أنه أخطأ فضلا يقع قد لا يكون أخطأ مثل صاحبنا الأول لم يخطأ لأنه كان جهوري الصوت ولم يقصد ولم يتعمد أن يرفع صوته فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم وأرضاهم أولئك القوم الذين يعني يهتدى بهديهنا ويهتدى بسيرتهم في الأدب ليس الأدب بل كمال الأدب الله أكبر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حيلا شيخنا سابقة الإسلام وشهود بدر مثلا حيلا تشفع لهم كالصحابي الذي حاول إفشاء خبر فتح مكة هذا سأسأله الآن بعض الناس ما سمعوا يلا لكن ممكن الشيخ يعلق على الموضوع أن شهد بدرا والنبي صلى الله عليه وسلم قال وما يدريك لعل الله اطلع على أهلي بدرا فقال اعملوا ما أجلتهم فقد غفر الله لكم فما رأيك شيخنا لا شك أن من كانت له سابقة في الإسلام فبقدر سابقته في الإسلام وخدمته للإسلام لا ينبغي أن يهدر هذا التراث التراث الذي قدمه هذه الخدمة الجليلة التي قدمها لمجرد زلة وقعت منه لأن له سابقة فالسابقة أو الخدمة الجليلة التي قدمها الإسلام لا يمكن أن تنسى وهذا من من حسن عهد الإسلام بأهله أنه لا يغض من طرف من خدم هذا الدين فمن خدم هذا الدين هذه الخدمة الجليلة لا ينبغي أن يطرح مكانه ومنزلته لأجل زلة وقعت منه لها مسبباتها لها مسبباته هو خطأ لا شك أنه خطأ ويستوجب التوبة وقد يكون خطأ جسيما لكن هذا الخطأ الجسيم في مقابلة هذه المناقب العظيمة كما يقال إذا بلغ الماء وقلتين لم يحمل خبث لم يحمل خبث فكذلك هذه المناقب العظيم هي ثابت الماء الذي يطهر الخبث الذي وقع فيه نعم سبك الله شيخنا شيخنا نعود للموضوع موضوع بر الوالدين وموضوع الإحسان إليهما شيخ الآن الآيات التي استعرضتها حسن الله إليك كلها واضح فيها لفظة الإحسان وأتصور أنها هذه درجة أعلى من درجة قضية أني مثلا أطيع أوامرهما أو أفعل ما يريداني مني أظن مسألة الإحسان يعني قضية إدخال السعادة عليهما الهدايا لهما أتصور درجة أعلى من مسألة طاعة الأوامر الإحسان هو أعلى درجات البر الإحسان ليس هو العدل طاعتهما هذا شيء متحتم عليك وليس هو البر المقصود يعني ليس البر المقصود هو أن تنفق عليهم لأنه شيء واجب عليك أصلا أن تنفق عليهم ما إن كان يحتاجان إلى النفقة بل ينبغي أن تعتقد أنك أنت ومالك لأبيك كما جاء في الحديث أن الرجل قال يا رسول الله إن لي مالا ولدا وإن أبي قد اشتاح مالي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك وإن أولادكم من أطيب كسبكم فكلوا من كسب أولادكم ويروى عن روى جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه كما عند الطبراني في الأوسط وفي الصغير أن رجلا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذه الكلمة قالها النبي صلى الله عليه وسلم في أكثر من موضع جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم يشكو أباه أنه أخذ ماله فقال يا رسول الله إن أبي أخذ مالي فقال له النبي صلى الله عليه وسلم إيتني بأبيك فذهب الرجل إلى أبيه فحين ذهب نزل جبريل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إن الله يقرئك السلام فإذا جاء الشيخ فسأله عن شيء قاله في نفسه ما سمعته أذنه فحين جاء الشيخ فسأله النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزال ولدك يشكوك أنك أخذت ماله فقال الشيخ فسأله إن كنت أنفقته إلا على إحدى عماته أو خالاته أو على نفسي فقال النبي صلى الله عليه وسلم إيه دعنا من هذه وأخبرني عن شيء قلته في نفسك ما سمعته أذنك فتعجب الرجل وعلم وفطن إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أوحي إليه أنه قد قال شيئا في نفسه فقال والله لا يزال الله يزيدنا في الإيمان بك وبأنك رسول الله صلى الله عليه وسلم فإني قلت شيئا في نفسي ما سمعته أذنك قال قل فقال أبياتا يعني مشهورة متداولة وهي مؤثرة جدا يقول غذوتك مولودا وغذوتك مولودا ومنتك يافعا تعل بما أجني عليك وتنهل إذا تعل بما أجني عليك وتنهل ثم قال تخاف الردى نفسي عليك تخاف الردى نفسي عليك وإنها لتعلم أن الموت وقت مؤجل كأني أنا المطروق دونك بالذي طرقت به دوني فعينا يتهمل ثم قال فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل فلما بلغت السن والغاية التي إليها مدى ما كنت فيك أؤمل جعلت جزائي غرضة وفضاضة كأنك أنت المنعم والتفضل فليتك إذ لم ترى حق أبوتي فعلتك ملجار المجاورة يا فعل أحسنت هذه سأقف مع الأبد هذه ولكن بعد فاصل قصر أيها الأحبة ثم نعود إليكم فاصل ونواصل أهلا وسهلا بكم من جديد أيها المشاهدون الأعزاء ولنتقل مباشرة إلى أبو خالد وفقرة المسابقة الدينية اليومية تفضل أبو خالد حياك الله شيخ يحيى وحياك الله شيخ تركي ونحيي كذلك مشاهدين عبر شاشتنا الجميلة السلام عليكم ورحمة الله مشاهدين الكرام ونحن بين كنوز ثلاثة بين التاليخ والسيرة ومناقب الصحابة والسيرة اليوم لا أدري ليش خافين منها سيرة جميلة جدا أم عبدالله السلام عليكم السلام حياك اللام عبدالله الله حياك ماذا تختاري من السيرة؟ السيرة إن شاء الله السيرة النبوية أحبها كثيرا الصحابة رضي الله عنهم وعلى رأسهم النبي صلى الله عليه وسلم في مسألة خروجهم إلى غزوة أحد في رأيين اثنين ما هما هذان الرأيان؟ مكان المعركة أين يكون؟ ممكن تلي بالسؤال؟ الصحابة رضي الله عنهم الآن خلاص قريش جاءت للمعركة فهناك آراء مختلفة بين الصحابة وبين النبي صلى الله عليه وسلم على الخروج أم قتال شوارع كما يسمى اليوم أم يترك بين جبل أحد وبين الجبل الرما المكان السؤال هو من أراد الخروج ومن أراد أن يبقى في المدينة وتكون المعركة داخل المدينة يعني مفاهمت لحظة أن تخص بك المكان؟ أختي معبد الله اسمعيني من التلفون ترى السؤال جدا سهل طيب تحديد أرض المعركة بين مكانين إما أن يخرجوا خارج المدينة أو أن يمكثوا داخل المدينة رأي من كان المكوث في المدينة ورأي من كان الخروج خارج المدينة بين النبي وصحابته وخاصة الشباب منهم أم عبد الله نعم النبي صلى الله عليه وسلم ممكن تؤضح لي الجواب؟ نعم ممكن تؤضح لي شيء؟ النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يمكث في المدينة وتكون المعركة داخل المدينة أم أراد أن يخرج خارج المدينة؟ كان يمكث في المدينة قرار النبي صلى الله عليه وسلم والإجابة صحيحة أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن تكون المعركة داخل المدينة لكن شباب الصحابة أرادوا الخروج والإجابة صحيحة مبروك عليك الجاهز chaVER عبد الله ونأخذ أيضا متصل آخر عبد الله السلام عليكم عبد الله السلام عليكم حياك الله يا عبدالله بس اسمعني من التلفون يزاك الله خير وترك التلفزيون والسؤال جدا سهل بس يحتاج تركيز فقط ماذا تختار من السيرة من التاريخ من مناقب الصحابة تاريخ تاريخ طيب الله الله فيه أبو خالد والله يا أخي من هو مؤسس الدولة العباسية في الأندلس من هو مؤسسة نعم الدولة من هو مؤسس الدولة العباسية عباسية شاه السؤال فيه مشكلة الأموية الأموية في الأندلس صحيح من هو مؤسس الدولة العباسية من هو مؤسس الدولة الأموية في الأندلس الأموية نعم يكن بسقر قريش واسمه هو كاسمي من يسألك يلا يلا يا عبد الله اسمه مذلل اسم السأل شيخ تركي عبد الله السفاح عبد الله من الشفاح عبد الله السفاح اي الشفاح غفر الله يا شيخ غفر الله لك شيخ تركي طيب نقولك حظوفر يا عبد الله وناخذ اتصال آخر أمم محمد السلام عليكم ألو السلام عليكم أمم محمد السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته حياك الله الله يحياك نفس السؤال ولا نغير للسيرة ولا مناقب الصحابة لا إن شاء الله نفس السؤال عبد الرحمن بن صخر الدوسي عبد الرحمن بن صخر الدوسي اي نعم رضي الله عنه وأرضاه والإجابة غير صحيحة اه من هو مؤسس الدولة الأموية في الأندلس عندما خرج ووصل للمغرب وأراد أن يخرج الأندلس قالوا نزوجك ونعطيك مال ونعطيك الأمان قال إن لي هم أعلى من ذلك بكثير لا تريد زوجة ولا تريد الأمن الذي تريدونا ولا تريد المال إن لي هم أعلى من ذلك بكثير فمن هو صقر قريش عندي صقر قريش نعم صقر قريش هكذا يوكننا فما اسمه هل هو اسمه من عبد الرحمن أنت قلت عبد الرحمن من صقر الدوسي قلت لك عطيني آخر احتمال عبد الرحمن الداخل أتمنى تساعدوني شوي عبد الرحمن الداخل ومن غير مساعدة هو عبد الرحمن الداخل يعطيك العافية والإجابة الصحيحة هو مؤسس الدولة الأموية في الأندلس نجلاء السلام عليكم نجلاء السلام عليكم عليكم السلام حياك الله يا نجلاء ماذا تختارين من السيرة السيرة جميلة الصحابة الصحابة إن شاء الله الصحابة الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم أجمعين أذكري لي خمسة من أمهات المؤمنين ولا شك إنهم صحابيات خمس سيدة عائشة عائشة رضي الله عنها ضل عنها وسيدة خديجة ضل عنها نعم وسيدة ماريا القطية ماريا نعم ماريا المسلم وليس القطية ماريا سرية وليس زوجها نعم هي ليست زوجة سودة بنت سودة بنت زمعة وأم سلمة رضي الله عنها وأم سلمة ما اسم أم سلمة؟ أم سلمة؟ من ثلاثة حروف ثلاثة حروف؟ زينب؟ لا طيب عطيني اسم آخر هند؟ آخر؟ صحيح، الجاوبة صحيحة هند، هند بنت أبي وميا المخضومية وتستاخلين الجائزة يا نجلة علي السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله كيف الحال يا علي؟ الحمد لله شخص عليك إن شاء الله طيب الله يعطيك العافية ماذا تختار من السيرة؟ السيرة جميلة يا علي إنزيل بختار السيرة لكن سؤال سهل إن شاء الله وإن شاء الله يكون السؤال سهل بإذن الله تعالى فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين وأعرض عن المشركين صحيح؟ عن المشركين طيب الآية هذه جاءت لأمر معين في تحويل الدعوة من كذا إلى كذا ما هو هذا الأمر وما هو هذا التحويل؟ الدعوة السرية كم استمرت يا علي؟ السرية عشر سنوات السرية عشر سنوات السرية السرية ثلاث سنوات السرية ثلاث سنوات ثم جاءت هذه الآية فاصدع بما تؤمر ماذا تعني هذه الآية؟ يعني نشر الدعوة ما معنى فاصدع؟ ما معنى فاصدع؟ إجابتك صحيحة ومبروك عليك الجائزة بس ما معنى الصدع أو فاصدع؟ يعني تصدع الجبل يعني صوت عالي بقوة صوت عالي يعطيك العافية ومبروك عليك الجائزة يا علي ونرجع الآن لشيخي الفاضلين الكريمين معهم كذلك المتعة والفائدة لا شك بمشاركتك يا أبو خالد محتاجين لك موضوع بر الوالدين لا شك أنه فيه غرس قيام فيه نواحي تربوية عديدة فيه كما ذكر شيخنا فيه فيه رد جميل فيه هالجزاء والإحسان إلا الإحسان فأبو خالد يعني تحدثنا من ناحية تربوية قضية بر الوالدين من الناحية التربوية الله يفتح علينا عليكم هو أنا لما أقول حق عيالي يا عيالي تعال حبني على راسي ويا أيوبا إذا دخلت فز ويا أيوبا سلم عليه ويا أيوبا أخفض صوتك أوضح لرسالة مهمة جدا وقد تغفل عن البعض اللي هي يا أيوبا ترى كل هذا عشانك أنت كل هذا الإكرام اللي لي ترى مبلي ترى أنا في غنى عنك ترى أنا مو محتاجك يا ولدي أنا ما بيك تساعدني أني أقوم وتساعدني لا أبد أبد يا ولدي كل هذا اللي تقوم تسوي لي ترى عشان توفيقك وعشان سعادتك وعشان رضى ربي عليك وعشان كذا فالولد لما يتحرك بهذا الدافع أنه قاعد يقدم شيء لنفسه أنا ما بيخدم أبوي قد أبوي مو في حاجة لي أصلا لكن أعلم الولد أن أنا عشان أعيش سعيد في حياتي أقدم خدماتي لأبوي أحترم أبوي أوجب أبوي وفي نقطة كذلك على الآباء والأمهات أقول الطفل وهو صغير حاول أنك تامرة قم يا ولدي روح يا ولدي جيب يا ولدي سو كذا سو كذا سو سو فيتعود الولد على أنه ينفذ أوامر حق أبوه بس ما يتملل وخالد تخاف أنه يتملل يعني لا 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 تغلب علينا العاطف يا شيخ لين الولد كبر يبقى روح جيب لي ماء يطالعك يبقى الحين ولا بعدين شوف والخطأ يعني دائما أقول أشير بأصابع الاتهام إلى الآباء والأمهات وليس الأطفال فالولد كما عودته سيتعود والناس أبناء عوائد لا أبناء نسب الناس أبناء عوائد كيف ما عودته رح يكون تلاقي هذا الولد ما شاء الله عليه بالإشارة إذا جلس عند يعني مرة أنا بأعطيكم بس قصة سريعة طقيت الباب على أحد الناس طلع لي ولد صغير رابع أو خامس ابتدائي قلت للوالد موجود قال لي تفضل حبيبي الوالد موجود قال لي تفضل سم حياك دخلت المجلس وقعد جاب لي الشاي والماء وقهويت وكل شيء عقوبها قال لي الوالد مسافر آمر يا أخي نريد هكذا تربية نريد هكذا الولد والبعض قد عند الباب وابوي معحد ويسخلك الباب وما درى من ولا سأل يبقى في واحد اليوم جاء سأل عنك عند الباب إيه من ما قال لك خلاص لا لا يا ولدي تعال يا إيبا إذا حطق الباب يا إيبا استأذن يا إيبا دخله يا إيبا كذا هذه الأشيان عودناهم على الصغر ما راح يعانون منها لكن إذا إحنا صرنا نعلمهم أننا راح نخدمكم راح نوفر لكم راح نسوي لكم كل شيء فاصبح الولد ضيف شرف في الحياة مجرد ضيف شرف ضيف شرف ما لا دور ما لا قيمة للأسف شيخنا فعلا يعني هذه وقفة جميلة من أبو خالد أنه أنت اللي تقوم به الآن هو لك أصلا يعني أنت أيها الأبن هذا البر لك يعني حتى مع أبنائك يعني إن شاء الله إذا رزق بأبناء أبناء سيفعلون كما يفعله بأبيه ديون بس أبو خالد يعني ربطها بجانب يعني مصلحي له وأنا أقول ينبغي أن يربط هذا بطاعة الله سبحانه وتعالى أولا فإن الله تعالى هو الذي أمرنا ببر الوالدين والإحسان إليهما وأن هذا فيه من جات لنا من غضب الله تعالى وأيضا قال أبو خالد رضا رب العالمين أيضا لأن رضا الوالدين من رضا الله تعالى كما جاء عند الترمذي بسند صحيح ولذلك إن بغي أن يعلم أن طريق السلامة والسعادة والفوز في الدارين هذا الطريق يبدأ من رضا الوالدين ينبغي أن يعلم ذلك وأن يغرس فيه هذا الأمر وأنك إن أنت كنت تريد أن تكون راضيا عن نفسك مرضيا عند الله تعالى وعند خلقه فأول القبول هو قبولك ورضا الوالدين عنك فقبولك عند والديك ورضا الوالدين عنك هو أول درجات القبول عند الناس ولذلك كثير من الناس هذه قصة يحدثني بها الشيخنا الشيخ العلامة محمد حسن الددو يقول أنه ركب مرة في سيارة في لندن ويقول فتفرست في وجه السائق فعرفت أنه مسلم وقال أعجبني سمته وهديه واستنارة وجهه فقلت له أنت مسلم قال نعم قلت تحفظ القرآن ظلنت أن هذه الوضاءة من القرآن تحفظ القرآن فقال لا قال فقلت لا بد أن يكون لهذا الرجل خبيئة فوقع في نفسي بر والدين قلت هل تتصل بوالديك وتبرهما قال فما إن ذكرته بوالديه حتى انهمر الدعبوعه يبكي بكاء مريرا وقال أنا يعني بمجرد أن أنتهي من عملي أخذ القروش وأذهب إلى في ذاك الوقت لم تكن فيه اتصالات ولا جوالات وأذهب إلى الكبينة ثم أمكث أتصل بوالدتي وأستعطفها وأطلب رضاها فإن رأيت منها أي ضجر أنا بإمكاني أن أترك مكاني هذا وأذهب هو من أريتيريا فعرفته بسبب وضاءة وجهه وسبب استنارته أنه بسبب بر رهيه والدي الله أكبر صلح يرزقنا البر أشكرك ذات الشيخ تركي على ما قدمت وعلى ما ذكرت في موازين حسناتك وأشكرك يا أبو خالد أيضا على أتحافك لنا ومشاركتك لنا دائما بدررك ولمساتك التربوية وأنتم أيها المشاهدون الأعزاء شكرا وصول لكم على حسن المتابعة على أمل أن يتجدد اللقاء غدا إن شاء الله في نفس الموعد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم شكرا ورحمة الله وبركاته شكرا ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة